اكثر من مائة الف عامل اجنبي في العراق صدرت لهم تأشيرات دخول خلال عامي 2017 و2018 مقابل 13 الف عامل عراقي فقط منحوا اجازات عمل بمجمل الشركات العاملة في البلاد بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شركة النفط بطبيعة الحال كان لها حصة الاسد من تلك العداد مقابل افواج العراقيين العاطلين عن العمل او المحتاجين الى لقمة العيش من بينهم الاف من حاملي شهادات العليا لجنة الخدمات النيابية اكدت وجود اكثر من 14 الف عامل من العمالة الاجنبية بمصفى كربلاء بينما قالت انه تم الاتفاق مع الشركات الاجنبية العاملة فيه على تشغيل 50% من العمال العراقيين في المصفى وفي البصرة التي تحتوي على اكبر ابار البلاد النفطية وتنتج ما لا يقل عن 80% من النفط العراقي وتعتبر المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم فقد كشف مجلس المحافظة فيها عن وجود اكثر من 83 الف عامل اجنبي يعملون بالشركات النفطية في البصرة وبمعدل راتب شهري يتجاوز العشرة الاف دولار مضيفا ان الشركات تخفي الاعداد الحقيقية لعدد العاملين الاجانب فيها وتقلل من عدادهم والادهى من ذلك ما قامت به ادارة مصفى السماوة من استبدال الايرانيين بالعمال العراقيين بينما قال من تم فصلهم من ابناء المحافظة ان قضية تسريحهم لا تخلو من فساد لجنة الخدمات النيابية عادت لتؤكد ان اغلب العاملين الاجانب دخلوا بصفة سياحية وليس بتشيرة عقد عمل لافتة الى ان رفض الشركات للعامل العراقي بحجة عدم الالتزام بساعات العمل غير مقنعة استقدام العمالة الاجنبية على حساب توفير فرص عمل كريمة لابناء البلد كانت سببا بحسب برلمانيين في اندلاع الاحتجاجات التي شهدتها المحافظات الوسطى والجنوبية وقطعت يومها الوعود من رئيس الحكومة ومجالس المحافظات لكن لم توفى تلك الوعود بل وازداد الحال سوءا انتقاما من المحتجين